وبالمناسبة عشان ده برضه مهم جداً مبارح بعد ما خلصت البرنامج كلمني الأستاذ محمد مراد الشيخ محمد مراد المنصق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول كلمني في التليفون قال لي يا كابتن إسلام أنا هقول لحضراتكم نص الحديث مبيني وما بين الأستاذ محمد مراد قال لي مساء الخير يا كابتن إسلام أنا محمد زكا مراد أخبارك يا حبيبي الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ثم قال لي أن روي فيتوريا لم يتدخل إطلاقاً إطلاقاً في موضوع نادي الزمالك أو في حل مسألة القيد مع سبورت انجليش بونا بالنسبة لنادي الزمالك وقال لي أن من تدخل في هذا الأمر هو نيلو فنجادة المدير الفن السابق لنادي الزمالك قلت له أنا ما عنديش قلت له كده قلت له يا محمد بس أنا أعرف الكلام ده من البرتغال يعني أنا عندي علاقات جيدة في البرتغال فبقوا منوال جوزي ورؤي ناس كتيرة يعني أنا أعرفهم هناك فهم اللي قالوا أن هذا الأمر فأنا قلت له قلت له مراد بس أنا أعرف الكلام ده من البرتغال مش من مصر يعني أنا ما عرفتوش من الأستاذ أهاب الكومي ولا من ميدو لا أنا عرفته من البرتغال عشان أتأكد هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح قال لي لا يا كابتن إسلام روي فيتوريا لم يتدخل من قريب أو من بعيد فيما يخص هذا الأمر بالنسبة لنادي الزمالك وفق القيد في النسبة لنادي الزمالك فأنا قلت له أستاذ محمد أنا حطلع أقول هذا الكلام على الهواء مباشرة وعلى لسانك قال لي آه لو سمحت فحقه علي أن أقول هذا الكلام على الهواء مباشرة وده اللي دار بيني وبينه مبارح ده اللي دار بيني وبينه مبارح في كل المكالمة وقال لي خلي بالك برضو من ضمن الكلام اللي كلمني فيه قال لي خلي بالك يا كابتن إسلام هذا الجيل من اللاعبين عندهم شراها كبيرة جدا جدا إن هم ياخدوا البطولة القادمة بطولة أمم أفريقيا نفسهم قال لي لما بقعد مع هو بيقعد طبعا موسق الإعلامي بيقى موجود دائما وسط اللاعبين قال لي بقى بسمع صلاح بسمع النني بسمع ترزيجي بسمع مصطفى بسمع مرموش لما بيجوا يتكلموا بيدايما بيحسوا زميلهم على إن احنا عايزين نكسب البطولة اللي جاية وبالتالي هم كلهم جعانين بطولة نفسهم ياخدوا بطولة أمم أفريقيا هذا الجيل من اللاعبين ما خدش حتى الآن بطولة أمم أفريقيا وبالتالي بيقول لي دائما محمد صلاح ككابتن الفريق وهو قاعد معهم بيقول لهم بيقول لهم أنا عايزكم تشوفوا عايزين ناخد بطولة أفريقيا من حقنا إن احنا نفوذ بهذا الجيل من اللاعبين بهذه البطولة وبالتالي نتمنى طبعا أن يفوذ منتخابنا الوطني في بطولة الأمم الأفريقية القادمة ولكن أنا بس حبيت إن أنا أقول لحضراتكم المكالمة اللي كانت نبيني وما بين الأستاذ محمد مراد وله حق الرد كاملا الحقيقة وأنا تقريبا قلت كل اللي قاله أن روي فيتوريا لم يتدخل من قريب أو من بعيد فيما يخص مسألة فك القيد بالنسبة لنادي الزمالك أو المشكلة ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتينجليشبونا البرتغالي ده أولا وقال لي اتحاد كرة القدم والمشرف العام على اتحاد كرة القدم بعدين فيتوريا تماما عن كل ما يخص أو التدخل في أي حاجة الحاجة الوحيدة اللي بيعملها أنه هو بيخطى بيحط لنا البرامج التدريبية وبيختار اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في المنتخب ده لا أحد يتدخل في هذا الأمر فده كلام الأستاذ محمد مراد حبيت برضو إن أنا أقول لحضراتكم على الهواء مباشرة ولكم بقى مطلق الحرية يعني أنتوا تشوفوا مين اللي صح ومين اللي غلط موسيقى